اشتركوا في القناة بهدف تطوير قدراتها الوطنية في المجالات السلمية للطاقة الذرية والنووية مشيرا الى ان البحرين ومنذ انضمامها الى عضوية الوكالة اولت اهتماما خاصا لانشطة التعاون التقني كما اكد ان مملكة البحرين تسعى جاهدة كدولة انطرف جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية بالوفاء بالتزاماتها وتقديم تقاريرها الوطنية بشكل شامل وقال الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري ان مملكة البحرين تعتبر الاسلحة النووية وانتشارها تهديدا للسلم والاستقرار الاقليمي والدولي مؤكدا التزام مملكة البحرين بالدعوة لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وتدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التعاون الكامل مع الوكالة والامتناع عن الاضرار بالمنطقة ودول الجوار واختتم رئيس وفدي مملكة البحرين ببيانه بالتأكيد على تطلع مملكة البحرين الى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء اشتركوا في القناة